ذكر المباراة ديت والسؤال اللي هسألو لك وهرجع فيه الأمير كمان كلام كثير يتقال على تصريح محمد صلاح تصريح الشهير انه يتمنى مواجهة ريال مدريد في نهاية دورة بطلقه قبل ما مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي يقيت لها وفي نهاية سأيت لك ده تصريح ريال موفق من محمد صلاح نستاني عيت لك ده تصريح في منتغى الزكاء من محمد صلاح انت رأيك ايه؟ هو ما كانش موفق وما كانش في منتغى الزكاء هو تصريح عادي يعني اللعيبة كلها بتصرح تصريحات دي بنشوفها في قبل الماتشاط المهمة بتصرح تصريحات دي في رأيي هل هو موفق ولا مش موفق هو مش موفق لانه كان قبل مباراة مانشستر سيتي وريال مدريد كان ممكن يستنى لما ريال مدريد يتقاهل ويقول انا كان نفسي قابل ريال مدريد لكن انت في خصم اسمه مانشستر سيتي كان وارد جدا انه هو يتقاهل ويواجه ليفربول الصحافة الانجليزية بتتكلم ان تصريح محمد صلاح والله ده تصريح بيدي سيقها لعابة ليفربول بيقول ان ليفربول في المباراة النهائية هيبقى هو الطرف اللي منتظر ريال مدريد وريال مدريد بعد المشوار الصعب جدا في دور الابطال هو اللي يبقى الفريق اللي داخل البطولة النهائي شوية الاندر دوك او الفريق اللي هو الاقل كل التوقعات رايحة ليفربول كل التوقعات بتقول ان ليفربول الاقل jagua لاقل انه هو موجود مانشستر سيتي في الدور الانجليزي كان ليفربول حسم الدور الانجليزي من فترة طويلة لكن هو محمد صلاح اعتقد ان هو كمنتظر بطاقه مباراة دي من فترة طويلة جدا وجمت له الفرصة انه ان تقم من نهاية 2018 للشهير واعتقد ان المباراة الانهائية محمد صلاح يعني هو عقد العزم ان هو يبقى نجمة مباراة ونتمنى انه هو يكون نجمة مباراة ية تمنى ان هو يكون نجمة مباراة لا تمنى حرف النون ده أجنيد لك على وجه بالمناسبة أنا بشجع عريم مادريد بس أنا عارف أن أنت تشجع صلاح بس أنا عارف أن أنت عكس راي ودي فرصة أننا نتنجح وحسألك تاني على رايك في تصريح محمد صلاح بس الفكرة بالنسبة لي إيه يعني مع محمد صلاح داعب مصري بيوصل النهاية دورة أبطال أوروبا للمرة الثالثة ممكن نكسب بطولة للمرة الثانية النموذج محمد صلاح ده الله أعلم بالغيب بس مش في الغالب هنشوفه قريب نظبوط ففرصة يا أخي محمد صلاح يكسب بطولة تانية وليان المادريد كده كده ما شاء الله هيفضل يكسب بطولات وعنده بطولات وهيكسب بطولات تاني وتالت ورابة بس أنا فاهم أننا ننتمل فيها ومنحبها محمد صلاح داعب مصري بي لما لقى مصري بيعدي في بطولات أوروبا كده من جبها داعب مطش في الدوري التمهيدي نقول عن أول لها مصري يلعب في الدوري التمهيدي لدولة أوروبا بس أقول لك على حاجة طب ما نحسبها لحزبة التانية ما أنا مش عايز ساد يومانية يكسب ويفرح وهم قدرني في كاس الأمم جنبنا جنب نيجي جنب محمد صلاح بس نقول لك على حاجة هو طبعا أنا عارف بحكم معرفتي بك أن أنت حتشجع محمد صلاح وأنا عارف قد أنت بتحب محمد صلاح وطبعا فكرة أنه مصري كلنا عايزين نشوفه وطبعا أحسن لها في العالم ويحقق أكبر إنجازات ممكنة بس هي الحتة في إيه أو أنا ممكن يكون اختلافي في إيه أنا عارف أنه دي رغبتك الشخصية فأنا ما أقدرش أن أنا أكلم فيه برافا عليك وإنت رغبتك صحيحة برافا عليك كل واحد رغبته صحيحة بالضبط طبعا هو الفرض فكرة أنه إيه ده أنت مش بتشجع على محمد صلاح يبقى أنت خايف لكن طبعا أنا على فكرة فيه ناس كتيرة على تويتر وناس كتيرة على السوشيال ميديا بتبعت بتقولي إحنا على فكرة بنشجع ريال مدريد بس هنشجع محمد صلاح النهاردة فيه كومنت لطيف جدا من واحد من العراق وتحياتنا للشعب العراق كله بيقول إن أنا بشجع ريال مدريد بس أنا هنشجع محمد صلاح علشان ده العيب العربي وفخرين كلنا في عرب فمش مصريين بس بس الفكرة في إيه في إنت عاطفتك هتروح لإيه فيه ناس بتقولك يا معلم وإنت هتستفيد إيه لما ريال مدريد يكسب وإنت من حواري إسبانيا يا جماعة ده كورة ما هو إنت حبتها علشان هي نوع من أنواع الترفيش لا وأنا معاليش أنت وإنت بتشجع الأهلي والزيميل هتستفيد إيه برد وبالزفظ وإنت من حواري مصر عادي هتستفيد إيه انت بتشجع الكورة علشان إت بتحب الفرق دي كتير من بتستفيد إيه دي بيقولوها اللي ملهمش في الكورة لن يسعب الكرة فيقول Proof hobnob steak كيف حكب محبamı؟ هذا المشاعر الذي يعيشها مع اللعبة يا يا كريم انت بتتفرج في القهوة αريق متprob عدد في المدرجات سواء هو عايد في مادريد وفي بولاء انت بتعيش نفس المشاعر التي عيشها ولأنها لعبة أساسها الطرفيه في النهايه اما هتفرح اما هتزعل لان يا طرفيه هي مش حرب. فانت مش خاين علشان بتشجع ريال مادريد. وفي نفس الوقت برضو انت ولا انت مش خاين لفرقتك عشان بتشجع محمد صلاح. ما هو في الجزء تاني يقول لك ايه. هو انت كده باعت ريال مديد في لحظة. لا ولو كده بقى يبقى كل مشاجعين الدور انجليزي انديد الدور الانجليزي خاونا. لان انا مفروض كل مطش في دور انجليزي اشجع محمد صلاح. وبعدين الحيطة اللي انت بتكلم فيها دي مهمة جدا يا كريم لتجربة اللعب المصري اللي وصل للمرحلة دي. ممكن ما تحصلش تاني. او محمد صلاح كان تفرة كبيرة دي حصل في 2018. يعني من تجربة شخصية انا كنت بشوف صحابي المدريدية بشجع محمد صلاح بشجع ليفر بول. كانت مفاجأة بالنسبالي ده واحد مدريدي متعصد. لان عاطفته زي ما قال امير غلبيته ان هو شجع محمد صلاح. عايز تشوف مصري ابن بلده اللي طالع من نفس المكان اللي هو طالع منه بطل اوروبا دي ما حصلتش ومعتقدش ان في فرصة ممكن تحصل تاني. لكن في السنة دي خلاص يعني محمد صلاح خلنا متعودين بقى على الموضوع ده. يعني محمد صلاح دلوقتي بينافس على الافضل لعب في العالم. محمد صلاح بياخد دور انجليزي بياخد دور عبطال اوروبا. فخلاص اح فخلاص العاطفة بقى مش جاباهم لمحمد صلاح اوي. جاباهم لفرقهم اللي هم متربين عليه وبيشجعوه. فهو ده الفرق ما بين الفين وتمتاشر ودي الوقت. اقول لك حاجة الشي بشي يوسكر يعني. النهاردة عمر مرموش عمل مباراة حلوة قدام باير مونخ وعمل اسست قدام باير مونخ وعمل اداء رائع وممكن ياخد الفرقة وينجوب من الهبوط مع شتوتجل. ممكن يعني لسه الفرصة صعبة. محدش حاسس اوي انه محمد صلاح على التوقعات بتاعتك لللاعب المصري في اوروب انا عايز لعب هداف في الدولة الانجليزي. انا عايز لعب يلعب في نهاية دولة في طرق اوروبا. انا عايز لعب ينفس مونتشستر سيتي. من احنا زمان. طبعا كلنا عايشين فكرة انه مجرد بس ان رجلك تحط في ملعب في اوروبا كان ده بالنسبة لك. سنة 2005 احمد حسن كان ضمن القيمة اللي كانت مرشحة لافضل لعب في العالم. كان من يعني كانوا وقتها بيعانينه خمسين. فاحمد حسن كان من اول خمسين. والله ما كنت مصدق نفسي. كانوا وقتها بيرعب في ان دلاخت. ولعبوا ميلا في دورة ابتالي هو بخصها ربعة سفر. كان ماتش عظيم. بس هو عمل ماتش حلو جدا. يعني ما خصها ربعة سفر. بس احمد حسن لايه ماتش. انا عمري ما هنس الزكريات دي. لاننا فعلا زي ما انت ما قلت. كان اللي هو ايدا ميدو بيجيب جول مع مارساليا. ويجان اثبت الاريال عشان ما فجأة ماتش ويجان عشان ميدو عمر زكي مع بعض. ويجان يعني. احنا عدنا فترة مع محمد صراح دي. اوائل محمد صراح من ايام اوائل محمد صراح تحديدا. يعني احنا فوقنا مع محمد صراح من ايام ايطاليا يعني. برونتينا وروما. الناس كيتعبقى هوا بتشجعوه زي الاهدي والزمالك. دلوقتي. لسه الحماس لمحمد صراح. بس بقى عادي. بس ده العادي بتقى محمد صراح يا جماعة. يعني اللي هو. عندك النهار ده محمد ان اني عمل ماتش عظيم. عظيم. ضد لتزيونايتو. طبعا. بس الناس بتعمل اعادي. ايه المشكلة اني الرجل عامل ماتش هاي اللي احنا عندنا احسن لق احسن لقائبة في العالم. بس خليني بقى اكلمك في حتة التصريحات دي. ايوه. اه لاني ده مهم اوي. هوا ليه محمد صراح ما قالش نفس التصريح ده. السنة اللي فاتت. لما لعب ضد ريال مدريد في ربع النهائي. ايوه. زكاية. هو قال التصريح ده دلوقتي تحديدا مش عشان فكرة لعب ريال مدريد وبس. وده اعتقاضي يعني الشخصي. وانا بسك في زكاء محمد صراح جدا وزكاء رمي عباس جدا. ده ورميت الحتة بتاعت ساتي. ساتي وماني هوا ما سنم عليك. بالضبط. هوا ما سنم عليك بس بعد السود عشان الماء. فضل كمي. في في نقطة. فاصلة في الموسم ده لمحمد صلاح وهي خسارة كأس وعمل افريقية. وخسارة التقاهل لكأس العالم. الراجل تراجعت اسهمه بشدة لصالح ساتي وماني اللي بقى بيطلع نار من بقه من بعد الفوز بكأس وعمل افريقية. وبقى هداف الفريق من بعد فوز بكأس وعمل افريقية. فمحمد صلاح اسهمه تراجع حتى كمان في الكلام عن البالوندور. فتلاقي مثلا تيرو هنري بيتكلم ان ليفربول لو كسب دور الابطال ممكن ساتي وماني بقى منافس قوي لكريم بنزيم على البالوندور. اوكي ان محمد صلاح مش موجود. بالضبط رغم ان محمد صلاح هداف الدولة الانجليزي. اكتر اسيستات في الدولة الانجليزي. افضل لعب في الدولة الانجليزي. ساتي وماني اصلا مش موجود حتى ولا تاني ولا تالت الهدفين. فمحمد صلاح لعبها بذكاء شديد جدا. هو عايز يرجع للصورة. هو وعايز يرجع تاني. هو المرشح الاقوى. وهو الاسم اللي الصحافة بتتكلم عليه. ولو حصلت وعملها هيبقى مين بقى البطل. مين الكابتن اللي واخدنا على خدفه. خد كل الاضواق. بالضبط. على فكرة دي الحاجات اللي احنا كنا احيانا نلوم عليها يا فاروق على محمد صلاح. فكرة انك تعرفت ماركت نفسك اعلامين بشكل كويس. فكرة البيوار دي اللي مكادش موجودة عند محمد صلاح تقريبا في اي مكان في العالم. وكنا شايفين انه خسارته للجوائز بتبقى خسارة لها علاقة بيه. العلاقة الاعلامية. والعلاقة اللي بيليها علاقة بالدول الاخرى يعني. فمحمد صلاح عمل دي بزكاء. انا متفق جدا مع رأيش كده قلت لك. اسلم عليه. عشان انا متفق جدا مع رأيش. خلينا نتفق يا كريم في حاجة مهمة جدا. ان في شعرة ما بين ان انت تتكلم كويس. وان انت تخرج عن الحدود المفروضة كلاعب صف اول. كريستيان ارنالدو وميسي. انا عن نفسي ما تذكرش تصريح ليهم. اتكلموا عن الجوائز الفردية. محمد صلاح بدأ في الف راجل دا كريستيان ارنالدو. كل كل كلامه عن الجواز الفردية. دايما كان يقول لك ريال مادريد اهتم بالجواز الجماعية. اهتم بالجواز الجماعية. اخر تصريح لمحمد صلاح شوية. قال لك انا لو كسبت دور الابطال. وكسبت الدور الانجليزي. مرشح فوق العادة للكرة الزهبية. ماشي. امش انت اللي هتقول كده. او مش انا اخرج في العلامة اقول كده. انا الاداء هو اللي هيقول كده. ففيه شعرة دايما في التصريح اللي انت بتخرج فيه. ما بين ان انت بتتكلم على فرقة ك كبيرة زي ليفربول. ليها جماهير كبيرة بتلعب على جواز جماعية. مهمة هي الاهم للموسم. واعتقد المدرب زي يورجن كلوب مميز جدا في الحتة دي. ويعرف كويس تصريح للغلق. اعتقد ان اصلاح تسعين في المائة من تصريحاته كان شابه ان انت بتقوله دوت. انه دايما هتحدث. لا بس في حاجة كمان برضو. هو محمد صلاح. اهمد صلاح يتكلم امت برضو يا فاروق. هو باتكلم وهو بيدي كل حاجة ده. هو بيلعب اصلا افضل موسم له مع ليفربول. صح. فهو ما ت يعني السنة اللي فاتت السنة اللي فاتت على فكرة شايف ان محمد صلاح هو السبب في تأهل ليفربول أصلاً لدوري أبطال أوروبا هو كان نجمل فرقة والفرقة كلها كتوعة بس الراجل ما تكلمش خالص في الحتة دي لأنه مش منطقي وهو كان بينافس برضو على هداف الدور الإنجليزي بس هو مش منطقي يطلع يتكلم وفرقته مدس عليها في الدور الإنجليزي وخرجت من دوري أبطال أوروبا فمش طبيعي يطلع يقول للناس أنا راجل بنافس على هداف الدور الإنجليزي فاستحق البالوندور واخدها هو الراجل بيلعب في الحتة دي هو أنت متخلقش ضغوط لنفسك وأصلاح برضو من بعد البطولة يمكن شوية تأثر ببطولة الأمم لكن هو مستوى مش زي بداية الموسم أو نص الموسم فأنت متخلقش ضغوط لنفسك كريم بنزيمة بنشوف في ماتش مانشستر سيتي إزاي ضربة الجزاء لما جات بيقول رودريجو شوتها مع أنه قدامه فرصة ذهبية أنه يحقق رقم ما أعتقدش أنه كان فيه العيب يقدر يحققه أنه يسجل 17 هدف ويوصل رقم كريستيان رونالدو لأن كريم بنزيمة عارف العيب المحترف عارف يحرر نفسه من الضغوط يمكن هو ما بينه بالنفس وشوفنا كريم بنزيمة إزاي منفعل جداً في المباراة وعايز فريقه يكسب عشان الكرة الذهبية بس ما تظهرش ده في رأيه أنها مش ضغوط على قد ما هي ده وقت هو اللي بيخلقها عن نفسه عشان تزقه كمان لقدام